أجواء باردة وغائمة مع رياح شرقية معتدلات تنشط أحياناً والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن يكون التقس بمشيئة الليلة بارداً في مختلف مناطق المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس بالبرودة مما يستدعي لبس ملابس دافئة أما يوم الاثنين فترتفع درجات الحرارة المقاسة إلا أننا لن نشعر بهذا الارتفاع نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الشرقية والتي ستعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بالإضافة لظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة والتي تؤدي لحجب أشعة الشمس والتي تضفي على الأجواء مزيداً من الإحساس بالبرودة أما ليلاً فيكون التقس بارداً في مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة